مساء الخير أيها الأوفياء إطلالة جديدة سريعة فيها حديث عن المنتخب الوطني الذي تمكن هذا المساء من ذكي شباك المنتخب التنزاني بثلاثية أعتقد أن اللغط بدأ حول هذه المباراة مبكرا وأن هناك كانت بعض الشكوك لدى الجماهير لن أقول المغربية فقط ولكن متتبعي الكرة العربية الأفريقية متتبعي المنتخب الوطني الذي حل في سان بيدرو بهالة المنتخب الذي وصل إلى مربع الكبار هناك في كأس العالم وبالتالي كان مطالبا بأن يقدم عربون محبة للأنصار أن يقدم مستوى يؤكد بأنه المرشح الأوفر حظا للظفر باللقب وإن كنت لا أحبذ الحديث عن فوز بلقب كأس الأمم الأفريقية بشكل مبكر كما قلنا لكم في إطلالات سابقة بأن البطل يولد من رحم البطولة وبأن كأس أمم أفريقية كأس التفاصيل والمفاجآت ولكن كان لدي بشكل شخصي هاجس وقلق حول المردود البدني للاعبي المنتخب الوطني كنت أمني النفس وكما فعل وليد الرجراجي أن يكون هناك توزيع للمجهود البدني على مستوى فترات اللقاء ككل وحين تم إعطاء التشكيل من طرف وليد الرجراجي قلنا بأن الحمد لله اليوم بنك البودلاء يبعث على الإطمئنان وهو ما شهدناه من خلال التغييرات التي تم إجراؤها وبأن كل عنصر دخل كبديل في اللقاء تمكن من تقديم الإضافة شاهدنا ببداية المباراة مسكلي زمام الأمور من طرف المنتخب الوطني أمر كان متعارف عليه لأنه أنت الأقوى أنت الأجدر أنت على مستوى الترسان البشرية لديك كل الإمكانية التي تؤهلك لكي تكون أنت المبادر ولكن في ذات الإطار شاهدنا نوعا ما تراجع لمستوى أشرف حكيمي فقد عدد من الكرات اللعب كان على جهة حكيمي وزياش فيما بقيت جهة الشيبي والزلزولي في قاعة الانتظار ربما هنا سنقول بأن المنتخب الوطني كما قلنا لكم طاقم فني متكامل لماذا طاقم فني متكامل؟ هناك من يدرس الخصم ويقدم المشورة الفنية لوليد ريقراجي الذي يكون هو سيد القرار في نهاية المطاف ربما آثر المنتخب الوطني أنه وجد نقاط ضعف على مستوى تلك الجهة الخاصة بالمنتخب التنزاني حاول ناور الكرات العرضية لم تؤتي أكلها ولكن في نهاية المطاف الاختراق من العمق مكننا من الحصول على ضربة حرة مباشرة كما تابعتم زياش بإتقان تعود لمن؟ للقادمون من الخلف وهم أخطر العناصر الذين بإمكانهم أن يشكلوا خطورة على مرمى الخصوم كان رومانسايس في الموعد وسجل هدف التحرر إن صح التعبير لأن العصاب كانت مشدودة الضغط على المنتخب الوطني لكي يتقدم في النتيجة جاء هدف المباراة حرر وليد الرقراق على مستوى الجهاز الفني ولكن منح ثقة أكبر للعناصر الوطني من أجل أن تبادر وتغامر وهنا كنا نشاهد تلك الإنسلالات التي كان يقوم بها الزلزولي الزلزولي الذي ربما لابد من تقديم المشورة بأن المهارة الفنية لديك أكثر من رائعة ولكنها لا تكفي التأني في بعض الأحيان يعطيك حسن اختيار القرار وهذا كان المفروض أن يتبعه الزلزولي ولكن يبقى شاب يكتسب الخبرة مع مرور الوقت كان هناك أيضا من الأمور المقلقة التي جعلتنا نضع الأياد على القلوب هو الإصابات المنتخبات الأفريقية بطبعها تعتمد على الاحتكاك البدني ولعب كرة القدم يكون بعيدا عن الأمور التقنية الفنية يكون دائما بالفترة يعني الاندفاع من أجل افتكاك الكرة قد يؤدي إلى إصابات وهو ما شهدناه مجموعة من العناصر التي سقطت تباعا ولكن حين شعر السيعمروش بتلقي عدد من لعبيه للإنذارات في شوط المباراة الأول لعبين يحصلان على إنذارين أصبح لديه القلق لأنه إنذار ثاني يعني الطرد واللعب بنقص عددي في شوط المباراة الثاني التقدم أراحى وليد الرقراقي كانت هناك التغييرات التي جاءت يعني دفعة واحدة في الفترات الأخيرة من شوط المباراة الثاني ولكن الأهداف طريقة التسجيل أناحي الذي أعتقد بأنه نوعا ما اللاعب بدأت تجربته تختمر مع المنتخب الوطني هذه الجرأة كنت أشاهدها في اللاعب في الدوري الفرنسي قادر على بناء الثنائيات بوقت سريع والتسلل إلى الشباك الخاصم قادر على التسديد من بعيد فرأينا ذلك الهدف الجميل الرائع نصيري هو الآخر كان من المهم جدا أن يسجل خلال هذه المباراة تعلمون بأنه حين يلقى عليك عاتق مسؤولية أن تكون أنت هو الهداف أنت بإمكانك أن تزور الشباك وتأتيك مجموعة من الفرص خاصة تلك الرأسية التي تلت ضربة حرة مباشرة من حكيم زياش ولا توفق في تسجيلها فربما يدخلك الشكل اليوم هدف لنصيري في المباراة أمر جميل وإيجابي كما قلنا لكم أيضا دكة البودلاء جعلتنا نطمئن بعض الشيء لأنه اليوم كما كان يحدث مثلا في مجموعة من المنتخبات التي سبق لها الضفر باللقبة حتى من الأندي التي تمارس على مستوى واجهات عدة نرى مسألة تدوير اللاعبين اليوم وليد رقراجي يمارس هذه الخطة عبر تدوير لللاعبين سوفيان بوفال قد يحتاج إلى وقت أطول وسيستعيد ثقته بنفسه وبإمكاني أن يكون حاسم ومصيري لن أقول في دور المجموعات ولكن في الأدوار الطلائعية المقبلة لأننا لا نريد أن نغادر إلى النصب بإذن الله إلى المباراة النهائية ولما لا أضفر باللقبة وبالتالي تدوير مجموعة من العناصر في بنك البودلاء الإبقاء على المفاجآت لأنه اليوم مشتو الكعبي ولكن صدقوني حتى تيسودالي لا يقل أهمية عن أيوب الكعبي وهو في خط الهجوم قد يكون أيضا دوره مفصلي وحاسم وقد يمكننا من بعثرة أوراق مجموعة من الخصوم الذين سنلاقيهم قلنا أن المباراة تكتسي أهمية كبرى ليس فقط على مستوى تحقيق النقاط الثلاث ولكن على مستوى تحقيق الانتصار لأن الشك بدأ يتسلل للقلوب الكل أصبح يقول مما صير منتخبات شمال أفريقيا بعدما وقع لكل من الجزائر وسبقتهم في ذلك مصر بالتأكيد مع الموزنبيق ومن ثم جاء الدور على المنتخب التونسي الكاميرون نيجيريا هناك منتخبات كبرى عملاقة مرشحة للظفر باللقب تتوفر على عناصر على أعلى مستوى ولكن نشاهد قوة مستحدثة جديدة قادمة من بعد في كرة القدم الأفريقية على غيرار غينيا الاستوائية الرأس الأخطر ولكن كما قلنا لكم هذه المنتخبات عملت بروية وعملت بتأني وسبق لها أن صدافت كأس الأمم الأفريقية وسبق لها أن شاركت في مجموعة من النسخ على التوالي وبالتالي عملت على تطوير نفسها بنفسها ولا ننسى أن مثلا كنتهدر على الكامفير ولا كنتهدر على الغيني الاستوائية راكين لعبين مجنسين عندهم أصول برتغالية برازيلي إلى غير ذلك ألفوا هذه العملية وكونوا لنفسهم أسلوب لعب اليوم تصريحات اللاعبين خاصة سوفيان أم رابط أنه انتصار مهم جدا الكل يتحدث على الجانب المعنوي أعتقد أنها رسالة لللاعبين أنفسهم للطاقم الفني بقيادة وليد الرقراقي للجماهير المغربية التي تشجع عن بعد أو لتلك الحاضرة في سان بيدرو وأيضا للمنتخبات التي تراقبنا وكما قلت لكم في إطلالة سابقة بأن مسألة المشاهدة والمتابعة ثم اللاعب بعد أيام من التنافس مفيدة جدا للاعبي المنتخب الوطني غير ذلك طلعت أكيد على أخطاء الخصوم وهذا ما شهدناه كان في بعض الأحيان من طرف الناخب الوطني يعني عدم الاستعجال في اللعب مرور المباراة ببعض الفترات ما يسمى بوقت ميت يعني لا يكون فيه تبادل للسيطرة تريث في المخزون البدني بالنسبة لللاعبين معالجة بعض الأخطاء التي كانت في شوط المباراة الأول تحديدا بالنسبة للمنتخب الوطني التمريرات الخاطئة لا نريد أن نراها بكثرة وبالتالي هذه السيناريوهات التي مر منها الأسود اليوم بالإضافة إلى الامتحان الحقيقي اليوم كنا نهدر على 31 درجة حرارة رطوبة فوق 70% فعندك واحد الكلمة التي بكل صراحة للاعبين ألف الأجواء الأوروبية من الصعب بمكان أن يكون هناك تأقلم سريع ولكن اليوم كنقوله أنه طاقم الإعداد البدني داخل المنتخب الوطني يعني كيقوم بشغله دائر خدمة مزيانة وهذا الأمر يبشر بالخير ومن قلنا أنه بعض العناصر وكأنه لديها تعليمات بأن يكون توزيع للطاقة البدنية على فترات اللقاء ككل خاصة أنه منك تشوف حكيم زياش مثلا على سبيل المثال كي يرجع لخطوط الدفاع لكي يدافع كتشوف ضربة حرة مباشرة يؤديها المنتخب التنزاني أول من يبعد الكرة برأسه لتخرج إلى ركنية هو المهاجم الأول ديالك يوسف انصيري فهناك تشوف طلعات الزلزولي مش مرة مش جوج أرى تشوفه مش من السهل بمكان بأجواء مناخ استوائي كما هو الحال هناك في سان بيدرو في الكود ديفوار أنك تدير مثل هذا المجهود ولكن تقسيمه بساعة باللحظة بالثانية لكي تعرف إلى أي مدى يمكن أن تؤدي وقد تمر بسيناريو أشواط إضافية في أدوار طلعية داخل كأس الأمام الأفريقية فهذه الأمور كلها محسوبة يحسب لمنتخبنا الوطني أنه ذهب مبكرا والحمد لله بدأنا نحصد النتائج وإذا أردتم أن أعود بكم إلى مجموعة من المناسبات القارية التي كنا نرحل فيها ولكن للأسف لا يكون هناك إعداد جيد أو يكون مستوى الكاستينغ ضعيف فممكن نعطي بالزفت الأمثلة اليوم وليد الرقراقي إذا نظر على البنك البودلاء أعتقد بأنه سيجد مجموعة من الأسماء التي بإمكانها أن تلعب أدوار حاسمة في فترات معينة من اللقاء وشاهدنا عدل وشاهدنا حارث وشاهدنا مجموعة من العناصر التي دخلت كبديلة وجميعها أدت أدت ولا تزال هذه الفرصة اليوم منحت لبوفال بهذا التايمينغ المعين غدت قدر تمنح فرصة أطول ولكن سيكون أيضا معدل الثقة ومنسوبها لدى اللاعب أكبر وهذا هو المطلوب حين تقوم بلعب بطولة مجمعة في الختام هي رسالة أيضا لكل من تنمر لكل من حاول أن يروج خطاب بأن المغرب اليوم يسيطر يهي من الكولس الكاف إلى غير ذلك أعتقد أن المنتخب بما أدى أمام تنزانيا ونحن لا نبالغ نحن أسعدتنا النتيجة نعم نطمح لما هو أفضل نطمح لكي يكون سيادة وريادة في المجموعة ولكن المشوار طويل غير أن اليوم لا يمكن أن تقول لي أن هناك حكم كان مثلا مجاملا للمنتخب الوطني لا يمكن أن تقول كل تلك الرسائل التي حاولت تمريرها بعض الإعلاميين للأسف من أجل أن ينقل الضغط على المنتخب المغربي اليوم الكرة المغربية التي حطت الرحال في قطر وحصلت على الإعجاز الذي تفوق على الإنجاز اليوم هي ذاتها بتغييرات قد نقول تصل لأكثر من عشر لاعبين أحد عشر لاعبا غيرهم وليد لم يكنوا معنا في كأس الأمم الأفريقية كما كانوا معنا في المونديال هناك تغير في المستويات وهناك أيضا بناء لمنتخب آخر بشكل مغاير ودائما وأبدا نقول أن كأس الأمم الأفريقية مختلفة لذلك حين تعود لها العدة عليك أن تختار العناصر التي بإمكانها أن تقدم لك الإضافة في أفريقيا بالنظر لنوعية الخصوم التي تواجههم بداية موفقة هنيئا للأسود وإن شاء الله ستكون المباريات المقبلة ليست مباريات من أجل فقط الضفر بالنقاط ولكن لتأكيد علو كعب الكرة المغربية وهذه المجموعة المغربية الحاضرة هناك في الكوديفوار لتأكيد حضورها وأنها قادمة بقوة وأننا لن نترك المجال لا للمفاجآت ولحظة